بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار قال الإمام المسنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب النكاح قال حدثنا ابن عبي عمر وهو الإمام المصنف صاحب المصند العدني أنه قال حدثنا صفيان بن ويينة الإمام أن أيوب هو السخطياني أن ابن سيرين محمد محمد بن سيرين أن عبي العجفاء السلمي ما أنتهنا طيب قال حدثنا الحسن بن علي هو هذا أو لا؟ لا بأس لا بأس أنتم بس ما تريدون تصبروا على سطرين نعم يعني تريدون تستعجلوا بسرهم نعم قال عن ابن سيرين أن أبي العجفاء السلمي عبو العجفاء السلمي هذا هو الذي وثقه ابن عبان وغيره وهو تابعي وحسن حديثه لأحاديث أخرى أيضا التي جاد وليس لأجل حديثه فقط إنما جاءت له شواهد ومتابعات قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء أو صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو التقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم أو نقول لكان أولاكم بها نبي الله خبر موخر لكان وأولاكم بها ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنت عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه حارم وهو هكذا قال حارم ابن نسيب هكذا قالوا والعوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنت أشرة وقية أربعمائة وثمانون درهما حاسب لنا الإمام رحمه الله حسابا جيدا بأن أربعين في إثنتين أشر كم يكون نعم فلا شك أنه كلما يكون تكلفة على الزوج أقل فهو لا شك أنها يكون أفضل لأن الله تبارك وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الله تعالى ويرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكلف الناس في هذا الباب ويسخل الزباج حتى إنه زوج من كان ليس عنده شيء إلا بآيات من كتاب الله أزوجل وبمماه من القرآن فألى هذا المعنى على كل حال لا ينبغي المغالاة في المهر لكن إذا آت أحدا من عند نفسه إذا آت أهداهن قنتارا لا معنى أن يعطي إذا كان قد فتح الله عليه لأن المرأة قد تكون بركة لأهلها ولقبيلتها بهذه وتوزي عليهم وتوسي عليهم إلى آخر مثل ما فسر العلماء رحمة الله عليهم أما الذي ذكروا أن الحديث الذي ذكروا أن أمر رضي الله عنه قال لا تغالوا مهور النساء فقالت امرأة ليس لك ذلك يا عمر وقد قال الله تبارك وتعالى وآتيتم إهداهن قنتارا من ذهب قال وكذلك هي بقوله قنتارا قال عمر أمرأة خاسمت عمر فخسمته إغلبته في الخصومة وفي رواية نبي بلمانا أخرجه زبير بن بكار وغيرهم أمرأة أصابت ورجل أخطأ هذه الرواية لم تسح من حيث الإسناد لأن فيها انقطاع كما قالوا على كل حال لا شك فيه إذا كان آت رغبة من عند نفسه بدون طلب من النساء وغيرهن أو ولي النساء وغيرها من الأولياء فهذا لا بأس فيها لكنه لا ينبغي أن تغالى المهور من قبل أولياء الأمور أو من قبل النساء باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها وعطقها يكون صداقا لها قال حدثنا قطيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو والضاحب بن عبد الله ليشكوري الإمام عن قطادة وعبد العزيز بن السهيب قطادة أن أنس روايته إن شاء الله صحيحا عامة وهي الرواية بهذه اللفظة جاءت عن قطادة الظاهر في البخاري وعبد العزيز بن السهيب إذن في البخاري كذلك في مسلم فأن قطادة وعبد العزيز بن السهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتق صفية وجعل إطقها صداقها واضح جدا فهم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إطق صفية صداقها لكن جاء مناس الذين في مذهبهم أنه لا يجوز أن يكون الإطق ولا القرآن مهرا لابد أن يكون لا أقل من عشرة دراهم تعرفون فيأولون تاويلات وحتى أن بعضهم قد خانته العبارة أو لم يفكر ماذا يقول فيقول أن أنس لم يفهم المقصود أنس كان خادم رسول الله وكان يكون دائما معه وفي مثل هذه الحالة يعني يجزم بشيء فهو كأنه ما فهم الموضوع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إطق صفية صداقا لها لكن أنس هكذا فهم هكذا قالوا نقول هذه كلها مما تنزلق به السنة المؤولين وخاصة الذين هم متوسكين بمذاهبه وخطأ فالصحي أنه العتق وهو لا شك أنه يساوي شيئا كبيرا للمرأة أول كانت أمة وحقها أقل لكن إذا حررت فقد اشترت أو فقد وجدت شيئا كبيرا جدا من الزوج فأي شيء تبغى بعد هذا فيكون يشترت الإنسان ويقول عتقك وعتقك صداقا لي فجاز إن شاء الله وليس ينبغيه أن يخالف في هذا قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنا أريد في مصر هذا الآن زمان البحوث والرصائل العلمية ويقتلون مسألة واحدة بحثا لماذا لا يبحثون في مصر هذا عند أصحاب الترمذي خاصة في الحقيقة هذا الكتاب أنا أقول كل كتاب ميزته فمن بين الكتب الستة كتاب الترمذي أنه فقه مقارن وعنده استلاحات ويشارات عند بعض أصحاب رسول الله في بعض الأحيان يقول عند أصحاب رسول الله فنريد أن يجمع الإنسان هذه المواضع إن إذا كان يسع مثلا لماجستيرا أو الدكتورا فيأخذ مواضع كافية ويبحثوا أما جاني السحابة في هذا الآثار الآن الحمد لله الكتب تيسرت إن لم تبحثوا في آثار السحابة في هذا الزمن متى تبحثون هذه كفران النعمة وبذلك النجمة هل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أحد خالف في هذا من السحابة لابد أن يبحث لأن في القلب الآن يكون ما دام يقول كره بعض أهل العلم ما قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هم كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يجعل يطقها صداقها ينبغي أن يحث وأنا على يقين إن شاء الله ما يجد أحد السحابي إذا لم يكن بلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول شيء لكنه إذا بلغهم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما يكون يتقدمون ولا يتاقرون ولذلك نريد أن تسجلوا مثل هذه المواضيع وإذا قدر الله لأحد من الناشطين يجمى هذه المواضيع ترمذي قلنا نعرفه إلا من حديث فلان والآن تجد أنه حتى الشارع يقول قد جاء من حديث فلان فأشياء يحتاجنا بالحقيقة يحفزنا هذا الإمام رحمه الله بمثل هذه الأشياء أن نخصص أنفسنا للبعث وإلا يأتي أحد يقول الترمذي يقول كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم خالفوه فإذا خلاف السحابة له اعتبار جاز أن يقول أحد أنه لا يجوز فإن بغي أن يبحث مصر هذه الأشياء بقي شيء كثير في هذه العمور الفقهية للبحث الدقيق في الحقيقة أما إذا اقتنانا بما جاء في مذاهبنا فهذا شيء آخر لكن البحث أما سبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه السحي وهذا دونه يحتاج إلى تعب الله يباريك فيك خلنا سجل أنا بنفسي بعض الأحيانة طلبة يسألوني الموضوعات فما يأتيني هنا ذكرت بعض الحاجات نعم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قول الشافعي رحمه الله أنه جاز أن يكون الإتق الصداق وأحمد وإيساق وكره بعض أهل العلم أن يجعل إتقها صداق وحتى يجعل لها مهرا سوى العطقي والقول الأول أسح هذا هو الذي ينبغي للعالم الذي آتاه الله لعلمه ويجمى أطراف القضية أن يعطي حكما فاصلا مطابقا للسنة واضحة ما هو يقول كله صحيح كله صحيح كان يحكي بعض الإخوان أنه في فلسطين كان الناس يأتون به الزيتون أو السابون فبعض الأحيان يصعبون مغشوس يقول لا يصعبون زيتون فبعضهم يصبر على جاهز كله صحبون فليس كله صحبون لابد أن يكون شيء الواضح الحق نعطي الناس الذي آتاه الله العلم لابد أن يقول الراجع في أقوال هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كذا وكذا وهم حثون على هذا إذا صح الهديث فهو مذهبي لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا هذا هو ولذلك بكل صراحة وبكل حزم وجزم قال والقول الأول الأصح من الممكن أن تخالفه تقول كيف يكون أصح وقد جاء ما يخالفه وكذا وكذا فبحثوا نعم لكن هذا هو التفقه الصحيح العلم الذي آتاه الله الناس خاصة العلم السنة هو الذي يقضى به من بين أقوال المختلفة فأكون منهم إن شاء الله نعم وكره بعض أهل العلم أن يجعل صداقها نعم أن يجعل صداقها غير أن يجعل لها مهرا سوى الذي قال الثوري اختلف العلماء في من قال الثوري ولا قال النووي أنا أذكر أنه النووي ليس الثوري عندكم النووي يا جما عندكم نسخة أخرى إيش فيه نووي سبحان الله هنا قال قال الثوري عندنا أيها صحيح هو النووي اختلف أهل العلم في من آتق أمته على أن يتزوج بها ويكون إتقها صداقها فقال الجمهور لا يلزمها أن تتزوج به يعني إذا اشترت هنا أيضا المسلمون على شروطهم نحن نحكم بالحق ولا نشطد نقول المسلمون على شروطهم إذا شرت أني أعطيك أني أعطقك بشرط أن تكوني زوجة لي والمهر يكون العتق قالوا لا يلزمها أن تتزوج به بعدما أعتقها صارت حرا فصارت تختار من الممكن أن تقول لا الإتق فصل بيني وبينك أنا لا أقبل شرطك فهذا خطأ أيضا المسلمون على شروطهم ملزمون لا يلزمها أن تتزوج به ولا يسح هذا الشرط هكذا قال ومن من قاله مالك والشافي كيف يقول مالك والشافي وقد جعل الإتق صداق لكن هذه مسألة إذا شرط أن يتزوج فرضنا أنه إذا رضيت أن تجعل صداقها لا بأس فيك أنهم يفسرون قول مالك والشافي وأبي حنيفة ومحمد الحسن وزفر بهذا نحن نقول إن شاء الله في مصر هذا إذا وافقت المرأة فأي ملزمة بأن تقبل أن تكون زوجة له ومهرها أي إتقها هو مهرها هذا هو وإلا يلغى الشرط لأن المسلمون على شروطهم يلغى على الشرط وترجعين إلى إلى رقك نعم هذا هو الذي يدل عليه الدليل إن شاء الله باب ما جاء في الفضل في ذلك أي جاء لإعتاق المرأة والنكاة والتسوج بها إعتاق الأمة قال حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا علي بن مصر الإمام استقه عن الفضل بن يزيد فضل بن يزيد العجلي الظائر الثمالي نعم وهو صدوق عن الشعبي عامر بن شراهيل عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى السحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة ثلاثة يؤتون عجرهم ثلاثة ثلاثة أشخاص أو ثلاثة رجال لأن ثلاثة مذكر ومميزه نعم فيكون إن شاء الله رجال لكلها ثلاثة رجال أو ثلاثة أشخاص يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم آتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل 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 آمن آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين وهذا الحديث واضح وهذا الحديث من الصحي السحاء أيضا فلا شك أن رجل آتقها ثم تزوجها إما بمهر أو جعل إتقها صداقا لها لوجه الله تعالى إن شاء الله أيضا فيكون ما أنه يقدر أن يستخدمها أكثر من الزوجة الزوجة تخدمه لا شك فيه لكن هي عليها أن تخدمها أن تخدمه أكثر ما ذلك هو رحم بها وأشفق ثم آتقها فيكون إن شاء الله لوجه الله له أجر مرتين ثم قال هدثنا ابن أبي عمر أنه قال هدثنا السفيان أن صالح ابن صالح وهو ابن أخي حي حي ابن صالح الذي يسمى حي وقال أحمد رحمه الله كان ثقة وأي ثقة يعني كان ثقة كبير وهو ابن حي أن الشابي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه أي ثلاثة يوطون أجرهم مرتين يقول هنا وعلمها فأحسن تعليمها يبتغي بذلك من التعديب والتعليم والتزويد فذلك يوطى أجرهم مرتين أجر على عتقه وأجر على تزوجه نعم والآية في الأخير الرجل آمر بالكتاب الأول وجاءه الكتاب الآخر ما هو جاء يوطكم في أهل الكتاب آية أو لما آية لا آية أولئك أولئك كثير نعم يقول اسمه وجوه أم قال قال حدثنا قطيبة ومحات نسائكم هل هي تدخل بمجرد العقد في كونها أما لزوجته قال حدثنا قطيبة قطيبة بن السعيد البغلاني أنه قال حدثنا ابن لهيعة لعل هذا هو وجه يعني سوب الضاف والله أعلم أن ابن لهيعة أبد الله أن عمر بن شعيب نبيها جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكاحا أنا أذكر أن قطيبة من رواياته عن ابن لهيعة من صحاة الروايات قال أيما رجل آه لا عمر بن شعيب مقبول إن شاء الله عمر بن شعيب نعم لكن هنا في ابن ذهبي أليس اسمه الترمذي وكذلك الإمام البخاري رحمه الله صحي وحديث عمر بن شعيب عن أبيه أن جده وكتاب قد عاصم بن قطل وبقى من روى أن أبيه أن جده قد ذكر استدلال واتصال بعضهم من بعض يعني ليس فيه سبب للانقطاب الذي لأجله ضعفه قال قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخلا بها فلا يحل له نكاح ابنتها وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخْلَ بِهَا فَلِيَنْكِهُ وَأَيَّمَا رَجُلٍ نَكَحْ مَرَاةً فَدَخْلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ نِكَاحًا أُمِّهَا بالعكس يعني ابن امرأة فدخل بها فلا يحل له نکاح ابنتها لكن إذا كان إن لم يكن دخل بها وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحْ مَرَاةً فَدَخْلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا الآية الكريمة حُرِّمَتَ لَيْكُنْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَوَائِبُكُمُ اللَّاتِ فَهُنَا أَيُّمَا رَجُلٍ رَكَحْ مَرَأَةً فَدَخْلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ هناك حل وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَأَيْلَمْ تَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ أَلَيْكُمْ فالآية ماذا تدل تدل على ماذا أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةً فَدَخْلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا الآية نفس تدل على ماذا أُمَّحَاتُ نِسَائِكُمْ اللَّاتِ مِنَّا نِسَائِكُمْ لَاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَلَجُنَحَا أَلَيْكُمْ فَإِذَنَ الْأُمَّةَ تَحْرُمْ مُجَرَّدَ الْأَقْضِ هذا هو الذي اتفق عليه العلماء خاصة بهذا كذلك حتى لو تُلِّقَت الْبِنْتُ الْأُمُّ مَهْرَمًا لِهِ الْمُطَلِّقِ نعم ها مُعَبَّد نِكَاح مُعَبَّد تحريم مُعَبَّد نعم نعم فَنِكَاح مُعَبَّد تحريم مُعَبَّد الظَّاهِرَ على كل هل فهذا الحديث الحقيقة ضعفه لكن الذي يظهر والله أعلم ليس هو ضعيف القتيبة بن سعيد ابن لهيع إن كان هو ضعيفا أبد الله بن لهيع هذا قالوا إنه مُخْتَلِط احترقت كتبه أو أي سبب ومن سمع منه قبل الاختلاط أحاديثه صحيحة وبعضهم مثل ابن حبان قال كل أحاديثه ضعيفة قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط هكذا قالوا فلعل على هذا المذهب ضعف لكن قتيبة بن سعيد وعبد الله العبادل عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب رواياتهم من صحيح روايات ابن لهيع أدوها على هذا إن شاء الله لا يظهر لضعف هذا الحديث إلا أنه بعض العلماء ضعفه منهم والشيخ الألباني في ضعيفه الترمذي والذي يظهر إن شاء الله ابن لهيع أحاديثه قتيبة بن سعيد عنه نصه على أنه من صحيح حديثه الشيخ نفسه ذكر هذا الشيخ الألباني نعم فالحاسل على كل أهل الحديث ليس فيه نكارة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسنادي وإنما رواه ابن لهيع والمثنى ابن السباه وابن لهيع يضعفاني في الحديث طيب هنا رواه ابن لهيع والمثنى ابن السباه عن أمر ابن شويب والمثنى ابن السباه أين مسنى ابن السباه وابن لهيع يضعفاني في الحديث لكن إذا كان الراوي عنه ابن قتيبة فيصحه حديثه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل الحديث يوافقه توافقه الآية وكذلك أمل أهل العلم عليه والله أعلم ويظهر لي أن الحديث لا يضعف والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم تلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فتلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاه أمها لقول الله تعالى أمهات نسائكم وقول الشافعي وأحمد وإسحاق نعم فألا كلها إن شاء الله على هذه المسألة واضحة أي من جملة المسائل التي المسائل النكاح باب ما جاء في من يطلق مرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فهل يكون أولا قوله تعالى الطلاق مرتان فيمساكم معروفين إلى آخره فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ما المقصود بالنكاح هنا قالوا كل موضع في كتاب الله تعالى جاءت كلمة النكاح فهو بمعنى الأقد إلا هذا الموضع مفسرة أو هذه الآية تفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن قيس أم من هي الذي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير فقال ليس ماه إلا كهدبته ثو بهذا إلى آخره فإذا انظروا باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها يعني هل تحل للأول أو لا تحل قبل أن يدخل قال حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منسور وهو الكوسج قال حدثنا سفيان بن ويين عن الزهري عن عروت عن عيشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وقالت إني كنت عند رفاعة فتلقني فبطت تلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ليس الزبير عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزائي وما ماهو إلا مثل هدبة هذا الثوب ورفعت طرف ثوبها وقال ليس ماهو إلا هدبة تشير إلى أنه لا يأتي أو لا يقدر أن يأتي يا النساء فقال تريدين أن ترجع إلى رفاة لا حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلتك يعني لابد أن يجامعها الأقد المجرد لا يكون محللا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالأقد المجرد لا يحلل لها الزوج الأول نعم الثاني عبد الرحمن بن الزبير ثالث عبد الله بن الزبير أي واحد تتزوج منه جاهز لكن الرجوع إلى الزوج الأول لا يحل بمجرد العقد لابد أن يدخل بها لكن هذه المسألة أيضا من المسائل السعبة التي تدور في الأمة الآن والمذاهب اختلفت قالوا يعني هذه ليست إلا أنها ليست بالموافقة بأنك تتزوج لليلة واحدة ثم تتلق وأنا أتزوج منه لا يجوز هذا يصم التحليل والحديث الآتي يدل على أن هذا ملعون فاعله لكن الآن في بعض المذاهب يجيزون مثلا المذاهر من حنفي ومن الغريب أن العلماء يديرون هذه المكاتب التي تأتي النساء في مصر هذا أولا المسألة التلاق مختلف فيها هذا وأكثر العلماء قالوا أنه إذا تلقها ثلاثا دفعة واحدة فإيا بائنة مبتوتة منه والآخرون وخاصة من علماء الحديث والسحابة كان من أقوالهم قالوا إنه إذا تلقها تلاقا شرعيا بحيث يطلق في الدورة الأولى أو في الحيض الأول ثم الثاني بعد التهر ثم بعد التهر ثم بعد التهر ثلاث تطليقات متفرقات أما إذا تلقها ورمى إليها ألف طلاق دفعة واحدة فهذا لا يعتبر الله واحد واستدرالهم من قول أبي ابن عباس كان التلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فلما كان عمر رضي الله فقال إن الناس قد إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أنات فجمع السحابة واستشارهم وقال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فمن هنا إذا تلق في مجلس واحد يجلونه ثلاثة لا تحل له من بعده حتى تنكه زوجا غيره فتحوا بابا آخر ماذا يفعلون لو كان يعتبر تلقى واحدة وهذا من قرام كبار أهل العلم أيضا من السحابة وغيرهم لو تعتبر تلقى واحدة فكانت هذه مسألة محلولة بحيث أنه يراجعها لأنها له حق المراجعة في التلقة الأولى والتلقة الثانية ما هو كذا لكنهم قالوا ما دامت تحرم فجالوا باب التحليل فيتفق الزوج ما واحد حتى قد يأتيه هو المهر ويقول خذ من المهر وابت ماها ليلة واحدة ثم بعد ذلك تلقها وأنا أتزوجه فألون هذا الآن والمدارس الإسلامية في الهند أقول هذا بنانا لكتاب ألفه واحد منهم سكين التحليل سكين التحليل يقول كم تذبح من النساء بهذا ويأتي ناس يدورون حول المكتب ويقولون إذا جاء شيء جديد آتونا للتحليل لأن هذا شيء متذوق يتذوقه نعم هذا موجود كتاب عندي وكتب هذا وهذا واقع الأمر بالفيل وأنا أذكر أن هذه مسألة قديمة في جماعة أهل الحديث في الهند الحكومة الهندية طلبت الأحكام الخاصة أو أحوال الشخصية في النكاح والطلاق من المسلمين فقدمت الجماعة أن التلقات الثلاث واحد في مدرس واحد هكذا قدموا إلى الدولة وقدم الإخوان هذا للتاريخ نذكر لكم تحفظوها فقال وأما الآخرون قدموا أن التلاق الثلاث تلقى واحد قبلت الدولة قالت هذه المسالة هي الأسهل للأمة شوفوا قبلت من جماعة الأهل الحديث وقالت إذا تلق دفعة واحدة في مجلس واحد يتبر تلقى واحد وإن كان يشنع الناس عليهم لا بس قام ناس وعليهم أتمرات خوارج وأشياء وأشياء العقرين كان واحد منهم في زمن الإنجليز قاضي القضاة في بعض المناطق أمره 95 سنة اشترك في هذا المؤتمر كان عملت جماعة الحديث مؤتمر التلقات الثلاث فاشترك هو قال والله لو كنت أعرفت هذا أنا هذه المسألة لقضيت بها وحق القصة قال حصل في سرحد هؤلاء خان تعرفون خان عندهم هماقة زيادة قوة وهمقة فأفغان وخان وكذا فطلق واحد منهم ثلاثا فقال قالوا لا لابد إذا أردت أن تسترجعها لابد أن تعمل حلالة بالوغة أردو يكون حلالة يعني تحليل قال إيش معنى التحليل قالوا يتزوج واحد لليلة واحدة مع زوجتك ثم في الصباح يتلق ثم تتزود قال هو يبيت مع زوجتي أطرق راسه قال يبيت مع زوجتي قالوا نعم لابد أن يبيت وإلا ما يسير فكر وقدر ثم فكر وقدر قال لا بس لكن في الصباح اقتله الناس ظنوا أن المسألة سهلة الناس ظنوا أن المسألة سهلة وبالفعل تلقوه قالوا يمكن كلام هكذا لما أصبح كان جالس بالبندقية على الباب فلما خرج أطلق عليه النار وأردى قتيلا قال لو هذا كان قضى هذا القاضي هذا القاضي كان قضى على هذا أنه له تحليل وله كذا قال لو كنت أعرفت هذه المسألة ما كان عندي هذه المسألة وأنتم تستندون بالسنة والحديث لو كانت هذه المسألة عندي لقضيت بها قبل ستين سنة قبل تحرير الهند وكذا كانت هذه المسألة فالحاصلة لكلها المسألة هذه سعبة جدا الآن هنا الناس يسألون فنقول لا يفتي إلا بما يفتي المفتي المملكة لا يجوز أن يفتي وأنا والله سألوني قلت لا أنت لا تسأل هنا ولا قال لا أنت بينها قلت أنت من من أنت بعدها تخرج من المذهب لا يجوز لك في هذه المسألة للمسألة فأقول له قال لا أنت تكتب ليهم قلت أنت تحصل هذه الفتوى من باكستان لا تطلب مني أنا ما أقدر أعطيك شيء قال لا ما يقبلون هناك قلت أنا لست من ولماء المملكة أنا طالب علم أنت ولماء المملكة إذا ذهبت هم ما يقضون لك أليه قلت لا لا يفت في المكان الذي يفتيه مفتي المملكة أنه خلافه أبدا أن تره في الهند تحصل راح مسكين وأخذ الفتوى وتزوج قاتعوه مقاتعة تامة قبيلته وقالوا هذا يزني كل يوم مسائل سعبة جدا الله المستعن على كل حال أنظروا الحديث الآتي الآن الباب الآتي باب ما جاء في المحلل والمحلل له قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال بعضهم الرميصاء أصلها رميصاء لكن واحد يكون إذا كان ألثغ ماذا يقول غميصاء فهي غميصاء أصلها رميصاء رميصاء أو الغميصاء قالوا هي لألا أحدا يكون ألثغ فيتكلم غميصاء الرام يتكلم هذا من هو أطاي بن واصل كان فصيح جدا جدا أطاي بن واصل المعتزلي كان فصيح جدا جدا فقالوا له كيف تقول اطرح الرمحة كيف تقول أنت قال أقول ألقي القناة ما أقول اطاح شوف فكان فصحاء العرب فيهم لثغة مسهورين هؤلاء يذكروا فيه قالوا طول الحياة ما يتكلم بالرعا أبدا نعم يأتي وبعضهم له أيضا بعض الحروف ما تخرج منه يتجنب منها طول الحياة نعم على كل هل فهنا قالوا إنها هي أصلها رميصة لكن أحدا يكون ألثغ فنثق به الغميصة مكحول هذا ابن سهراب الشامي هذا كان ألثغ وعجم قالوا أنه كان يصب عليه كلمات كثيرة منها رحمة الله على الجميع عمتنا اللهم اغفر لهم ورفى درجاتهم قال حدثنا أين رميصة قرى أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل وعلى هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جاماها الزوج الآخر فارضنا فارضنا أنها تزوجت زوجا لم يقدر أن يجامعها فلابد أن يفسخ وإذا كان اختلا به فيجبون عليه المهر ولابد أن يكون إذا اعترف أنهم لم أقدر ما دام اختلا بها لم أقدر أن أتزوجها أو أجامعها فلابد أن تزوج واحد آخر إلى آخر باب ما جاء في المحلل والمحلل له يعني المحلل الذي يفعل هذا الفعل والمحلل له الذي يطلب أن يفعل له هذا الفعل قال أحدثنا أبو سعيد الأشج أبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج الكندي ثقة قال أحدثنا أشعس بن عبد الرحمن ابن الزبيد اليامي نعم هو أيضا ثقة قال أحدثنا مجالد هو مجالد ابن سعيد وهو ضعيف عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن آلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له المحل والمحلل له ولفظ آخر أو في لفظ آخر محلل نعم محل والمحل له أو محلل له قال في الباب عن ابن مسعود وعبي هريرة وعقبى ابن عامر وابن عباس ولذلك هذا الهديث يصحى من طرق أخرى وهذا الاسناد بالذات يكون حسنا لغيره قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول هكذا روى أشهس ابن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث حارث ابن عبد الله العاور أيضا ضعيف فإذن الشعبي عن جابر والحارث عن علي في كليهما يكون ضعفا في الاسنادين مجالد والحارث عن علي إلا أنه يقوي بعضهم بعضا وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس يسناده بالقائم لأن مجالد ابن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن هنبل وروا عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول سه وقد رواه مغيرة وابن عبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي الحديث على كلها له طرق وجاء الذي هو الصحيح يقويه ويكون ما ناه لعن الله اللعن لا يكون إلا على فعل كبير ومن تعريفات الكبيرة كل ما ورد عليه اللان وعذب نظر الله أعز وجل عليه أو ترتب الإقاب وإدخال النار إلى آخر مما وعد الله تبارك وتعالى فهذا من الكبائر ولا شك فيه وذكر أهل الكبائر ذكره الذهب وغيرهم الذين كتبوا في الكبائر وكذلك الحيثم في الزواجر أدخلوه في الكبائر نعم وهنا جاءت روايات أخرى قال اللهم صل لسله باب فهو وحديث صحيح أيضا حديث من مسعود واب هريرة اخرجه احمد البزار واب يالى الموصلي واسحاق راهوية في مسانيدهم وهو حديث صحيح نص على صحة الزيلعي في نسب الراية نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحنفية وأقبى قال قال هو المحلل لان الله المحلل والمحلل له قال عبد الحق في أحكامه سناده حسن وابن عباس أخرجوا من ماجا وفي سناده الزمعة إلى آخره على كل الأحديث صحيح من طرق أخرى كثيرة وهذا الحديث فيه خطأ من بعض الرواد في تبديل راوين براوين ولا يضر في تقويته إن شاء الله يكون يتقوى بالأحاديث التي بعدها قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان هذا نسبته العدوي العدوي محمود بن غيلان العدوي ثقة أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ابن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات عن سفيانا وهو سفيان الثوري أنا أبي قيس أنا هزيل ابن شرهبيل أبو قيس ثقة هزيل ابن شرهبيل أنا أبد الله ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لعن الله في روايات أخرى كما ذكر هنا في روايات بعضهم منهم قال استدل بهذا الحديث يعني بحديث لعن الله المحلى ومحلى لأرا كراحة النكاة والمشروط بها وظاهره على كلها الجاء لفظ لعن الله ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أقبى بن عامر نعم موجود هو نعم فألا كلها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون إلا من عند الله ما يلعن عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال أبو يسى هذا هذا حديث حسن سهي أبو قيس العودي اسمه أبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ولعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أمر بن الخطاب ووثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم الذين يكونوا قد جاء منهم صراحة وأما الآخرون لم يعتم منهم فليس معناه أن الآخرين مخالفين لهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافي وأحمد وإساق قال وصمات الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي سبحان الله وكيع بن الجراء قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أهل الرأي ويقصد به الإمام أبا حنيفة رحمه الله أنه يعني يقول أنه يجوز التحليل هذه مشكلة مما نصبت إلى الإمام أبا حنيفة أو أهل الكوفة ربما ينسب قول في الحقيقة وينبغي أن الإمام أبا حنيفة من أورع الناس فينسب إليه أقوال ينبغي أن تحقق بلاقيقتي الآن نحن إذا حققنا الحديث فكل راوي وكل لفظة وكل كلمة لكن أن من قول أن العم لا يحقق الآن لو طلبت من أحد أثبت لنا أن الإمام قال هذا القول في مسائل كثيرة فيقعد الإنسان ولا يقدر أن يثبت لأن الكتب التي الآن يتناقلون منها أخذت من قبله ومن قبله ممن أخذت وما أصل مصدر الكتاب أيضا سبحان الله أنا كنت طالي كتاب الأصل لمحمد بن حسن الشيباني رحمه الله وهو مباشرة سألت أبا حنيفة رحمه الله سألت أبا حنيفة رحمه الله تجد فيها أشياء يعني كأنك تستغرب الإمام يجيز أن يقرأ الفاتحة بالفارسية كذلك الصلاة كلها وهذا صعب نقول يعني كيف يقول هذا الذي يقدر أن يحفظ الفاتحة بالفارسية كيف يقدر أن يحفظ بالفارسية ومعناه بالعربية ليس موجود في مخه وفي ذهنه أنا ما أفهم هذا لكنه جاء فيه أنه إذا قال الله بزرق ترست هذه كلمة مواقودة منها من الكتاب موجود الله بزرق ترست يعني تكبير تحريم الله أكبر ترجمته ثم قال مدهام متان ترجمته قال دوباغ سر سبز أست بالفارسية يكفي آية واحدة ثم ركى وسجد إلى آخر أشياء كثيرة لو ذهبت تبحث كتاب الأصل من أين أخذوا أصله أين مخطوطة هل هو ثبت الآن زمن التحقيق يثبت أن هذا الكتاب ثابت أن المولف المنصوب إليه أو ليس بثابت مئة وجه مو كذا من هذا الطريق ينقطع لنا النسبة نسبة الكتاب إلى المولف مشكلة فلذلك ينبغي أن نحتاج في النقل أو من الواحد يتكلم الإمام بحنيفة أو إمام مالك أو أي إمام بمثل هذا النقل في الحقيقة هذا من سوء لأدب مع الله ومع رسوله مع الأئمة ثم مع الأئمة نعم لا ينبغي أن يتكلم على الأئمة ربما لم يثبتنه نعم أما هذا ثابتنه بإسناد سهي مثل ما انظر وقيبنا الجراح نفسه له قول في كتاب الحج مررنام وكذا لما قال وقال الإمام أبو حنيفة هو قال أنه من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله من معاصره متى توفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي مياه خمسين وهو أظن أربع وخمسين وكذا وكية وقال 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 أنه الشيخ الشافعي وقية شيخ الشافعي وينسب إليه شكوت إلى وكية ما ندري هذه النسبة شكوت إلى وكية سوى حفظي الشافعي يقول فأوصاني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي فهناك في مسألة الحج لما جاءت الإشعار إشعار الدابة أي شق صنام البدنة ليست الغنم ضعيفة لكن البقر وكذلك الإبل يجوز بل السنة يشق قال الإمام أبو حنيفة لا يجوز الإشعار فإنها فإنه مثل ولذلك هناك نفس في كتاب الترمذي قال وكه لا تسمعوا في هذا كلام الإمام بحنيفة سرح بهذا موجود هناك فالحاصل لا يقول لها لنحن يجب علينا أن نحترم جميع الأئمة لكنه لا يجوز لأحد أن يترك السنة الثابتة ثم يقول إمامنا ليس إمامنا إمام الجميع هو ليس إمامك الآن إمامنا كتابنا كتابنا وكتاب رأينا ورأيكم وهكذا يقول وينكت عليهم هذا كله مما لم ينزل الله به من سلطان ولذلك ويجب احترام لأئمة دائما إذا جاء القول عنه نقول غفر الله له رحمه ربما يكون ثبت عنه لكن بأدب يقول كما قال أن يرمى بهذا الباب من قول أساب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدى لها أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد يعني إذا كان نكه به إنما لأعماله بالنيات إذا نكه بنية التحليل ثم أراد أن يستمر في هذا لا يجوز لأن النكاح أصلا فاسد هكذا يقول الشيء الذي لعن الله على فاعله لا يكون ثابتا شرعا فبذلك يجب عليه أن يفسخها ثم بعد ذلك ينكحها من جديد وكم يحصل هذا وكم تحصل المقاتلات والقتالات أن هناك ناسا تزوجوا لليلة واحدة المرأة رفضت ما أروح عنده أنا أكون عندك لأنه راقه المقام هنا فيحصل قتل وقتال في هذا هذا موجود في الهند أنا أعرف كثير عند الإقوان الحنفية يفعلون والله المستعن نام العقل صح شرط فاسد لابد أن ينقض الشرط ثم بعد ذلك يعني إذا كان شرط بأنه ليلة واحدة هذا الشرط حرام وهذا الفعل حرام والحرام لا ينبني عليه الحلال ولابد أن يفسخ غاية ما فيه يقال له آتها المهر ثم إذا أردت أن تتزوج فبمهر وخطبة جديدة ومهر جديد لآخره لا يحل هذا هو ما دام لا يحل له ولا كذا لكنهم على كل هال ولذلك الإمام ابن وكيع ما قدر أن يصبر قال ينبغ أن يرمى بهذا الباب من قوله أصحاب الرأي نعم على كل هال اللهم يقفر لهم ورحمهم يقول قال جارود قال وكيون وقال سفيان إذا تزوج رجل المرأة ليحللها ثم بدأ له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد الله المستنم يقول قلت الشارح رحمه الله وهو من علماء أهل الحديث في الهند الأبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله قال صاحب العرف الشذي أحد أئمة أو أحد علماء الحنفية في الهند له كتاب حاشية العرف الشذي على سنن أو على جامع الترمذي قال والمشهور عندنا أن الشرط إثم والنكاح صحيح قال وليا بي حنيفة ما أفتع عمر بسند لا له جيدا رجلا نكح مراتا للتحليل فقال له عمر لا تفارق مراتك وإن تلقتها فأعزرك قال فذل على صحة النكاح التحليل هذا يحتاج بأن يبحث ماذا صحيح عن عمر قلت روى عبد الرزاق أن مرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره ومر من الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه إن فعلها وذكر هذا الأثر الشوكاني في النيل بغير السند ولم أقف لا سندي فمن يدى أنه صحيح فأليه البيان وأثر ومر هذا يخالف ما أخرج ابن أبي الشيبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوت بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما رجمتهما أيضا يحتاج لأنه صحيح ويخالفه قول ابن عمر كنا نعد هذا صفاحا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الحاكم قد تقدم ثم قال صاحب العرف الشذي وإن لم يشترد في اللفظ فإن كان الرجل معروفا بهذا الفعل فمكروه تحريما كما في فتح القدير وفي بعض كتبنا أنه إذا لم يشترد في اللفظ فالمحل له ثواب لأنه نفى أخاه المسلم قلت في بعض الكتب الحنفية أنه مأجور وإن شرتاه بالقول لقصد الإصلاح هذا هو معمول به إن حنفية ديارنا يقول الشيخ فيعملون به ويظنون أنهم ينفعون إخوانهم ويصيرون مأجورينا فهداهم الله تعالى إلى التحقيق هذا كلام شيخ صاحبه تحفة الأحواذ رحمة الله فالحاصل الخلاصة أن هذا فعل حرام لا شك فيه لا يجوز أن يكون له رواج في بلاد الإسلام الحمد لله هنا ما تسمع لكن البلاد التي لا تحكم بدين الله ألو ألما أهواهم مختلفة كل واحد يحكم بما لم ينزل الله تبارك وتعالى نعم باب ما جاء في تحريم نكاه المتع قال حدثنا ابن أبي عمر نكاه المتع معروفة أنها موقتا كان معروفا لديهم يتزوجون على مهر أو على هباع شيئا ما ثم إذا انتهت المدة فانتهت علاقته ما إن ما كان هناك الظاهر لا خطبة ولا كذا فتربط المرأة مع شخص بهذا الكلام بأن نكحتها أو أخذها لشهر بدل كذا وكذا تبيع بضعها بدرائما مادودة نعم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وابن ويينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن عبيهما محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن حسن من الثقات والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما محمد ابن علي ابن ابن طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وأن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر في زمن خيبر هنا جاء الاختلاف هل كان النهي عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة فيه كلاهما في زمن خيبر بعضهم مثبت وبعضهم قال إن نهى المتعة قبل ولحوم الحمر الأهلية كانت فيه خيبر وهكذا لكل الاختلاف في هذا لكن الصحيح أن النهي ثابت عن تمتع النساء وأن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر هو الصحيح فيما يظهر في لحوم الحمر الأهلية نعم وفي الباب أن سبره الجهني هو سبره بن معبد الجهني وآبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا إن دا أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روية عن ابن عباس شيء من رخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر حيث ظرف مكان الظاهر يعني وقت ما أخبر لأن حيث يأتي للظرف الزمان هو للظرف للظرف زمانا ومكانا روية عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم إلى تحريم المتعة وهو قول الثوري والنبارك والشافي وأحمد وإساق ما أظن أن أحدا من أهل السنة يجيز المتعة وأما ما جاء قال ما روية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بالفيل ثبت عنه أنه كان يقول بجواز متعة النساء لكن جاء الرجوع عنه ثابت هذا لما ذكروا له قالوا بعد النبي قالوا يا ابن عباس ماذا تقول في المتعة وقد تغنى بها الشعراء قال ماذا قالوا قال قد قلت للساح لما طال محبسنا يا ساح حلك في فتوى ابن عباس وهل ترى وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مسدر الناس وقالوا هل تغنى به الشعراء والله لا أقول إلا إنها مثل الميتة للمضطر مثل الميتة إذا كان يريد يموت هنا أيضا وجد بعضهم فرصة قال وأفتى به قال إذا وقع في مكان يخاف على نفس الزنا ولا يقدر أن يصبر فيتمتع لكنه والله أعلم يجب عليه يصبر نعم وحتى هذا لا يجب لكنه جاء رجوه عنه كما نقلوا عنه بإصناد صحيح الزواج بنية الطلاق والله هذا الذي قولون والله الذي إذا رأينا نعنا أمامنا فتوى إلا إما رحمة الله لم موجود أنهم قالوا الزواج بنية الطلاق جائز لأن ما دام لم يبد لك لا يجوز لك أن تفتئ أنه غير شرعي ما دام لم يبد نيته في قلبه لكنه تزوج بالولي والخطبة والمهر وبولي والشهود فالنكاح صحيح اسمه عليه إذا كان طلقها أما إذا استمر فقد يكون يصحح النية لأنه لم يبد عفع أن أمة الخطأ والنسيان وما تحدثت به أنفسها ورضنا أنه عزم أنه بهذه النية لكنه إذا صح النية الاستمرار صحيح أجازه لكن الذي يظهر أنه إذا كان بالفعل بهذه النية يأثم الله عالم لأن هذا متعة تحي والاحتيال على دين الله أزوجل أليس هذا هو هذا ليس فيه مخرج لتحليل المتعة المطلقة نعم لا شك في الصحابة كلهم وحتى ابن أباس لما رجع عنه فيقول الشيخ المودودي رحمة الله عليه أخذ هذه المسألة لبعض الطلبة الذين يدرسون أظن أو كيف ذكر هذا وقال إذا وقع في مشكلة وخاف على نفسه الزنا مثل ببعض الأمثلة قال طالب في الغرب لكنه يسكن بجانب لماذا أنت تسكن بين هذه الأغنام فيقول طالب بجانب الطالب أوك نعم فمثل هذه أجازوها لكن ينبغي أن لا يقال بهذه السورة وإلا يفتحون الباب على مسرع أو مسرعين مشكلة ليس لي من الذي يقول لا ما سمينا بهذا من الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هو للتعبيد نيتهما أن يكون للتعبيد إلا إذا وقع شيء فقد فصح الله المجال لكن لا يجود له أن يقول أنا أتزوج لسنتين ثلاثة وأخذ منها أولاد ثلاثة وأربعة ثم أرمية هذا ألا ألا كلها على الله المستنم فهنا قال حدثنا الحديث الثاني قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا سفيان بن ويينة نعم سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري الموسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف موسى بن عبيدة الربذي ضعيف المحمد بن كاب هو القرضي الثقة العابد معروف محمد بن كاب القرضي عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس ما هذا تعريف للمتعة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم فتحفظ له متاعه وتسله له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا ألا عزواجهم أو ما ملكت إيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام هذا لم يثبت ابن عباس لأن مداره على موسى بن عبيدة الربذي لم يثبت لو كان ثبت لكان دليلا قاتلا ما ينسب إليه إلا أن القول به ثابت عنه ثم رجوه عنه أيضا ثابت فلم يوجد أحد من السحابة يؤثر عنه أنه أجاز المتاع فهذا يجمع من السحابة ويجمع أمة محمد صلى الله وسلم وخاصة سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خرق الإجماع حراما في كل زمان خرق إجماع السحابة من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساد مسيرة فالسحابة هم أول من يصدق تصدق عليهم هذه الآية وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وآله وآله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر